يا مساء الورد والفل والياسمين وكل حاجة جميلة على مشاهدين الأعزاء السلام عليكم وحشتوني جدا 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 من الحلقة اللي فاتت للحلقة دي مازلنا مشاهدين الأعزاء في شهر أكتوبر شهر الانتصارات شهر العزة والقرامة شهر الفرحة وطبعا انتصارات أكتوبر كانت في مصر بشكل رائع جدا وكان المصريين دايما بيحتفلوا بهذا النصر بشكل رائع ولكن هناك من دائما يعكر فرحتهم نلاقي بقى القنوات الإخوانية بتعملين القنوات الإخوانية مستقترة على مصر أي فرحة أي انتصار فيبدأ يجيب الاحتفالات والانتصارات الجميلة بتاعة نصر أكتوبر ويبدأ ان هو يصخر منها يصخر منها ومن النصر ومن الحرب ويقعد يشكك في المصري ليه؟ يقلل من انتمائك يقلل من فرحتك يقلل من عزتك وإحساسك بأن الدولة دي دولة قوية وأنك معتز أنك مصري تخيلوا كل اللي بيعمل كل الحاجات دي كلها معروفين الإخوان وأعوانهم فأنا مستغربة جدا قنوات الإخوان كلها بتتكلم عن نصر أكتوبر هو سيادتك بتتكلم عن نصر أكتوبر ليه؟ هو سيادتك بتتكلم عن نصر أكتوبر ما تيجي نرجع كده بالذاكرة ونشوف مين اللي قتل الرئيس أنور السادات اللي هو رمز نصر أكتوبر مش انتو يا خوانة يا قاتلة يا عملة انتو مش المفروض أساسا تكونوا مصريين ودلوقت يا قلقيهم عاملين حلقات عن انتصار أكتوبر وجايبين شوية بليات شهات يتكلموا عن نصر أكتوبر عشان يخطبوا الشباب علشان يخلوا الشباب ما عندوش انتماء عشان لما الشباب نيجي نتكلم معاهم ان فيه ناس ضحك بدمها عشان انت تعيش سيادت الرئيس أنور السادات رحمه الله في خطاب ليه وفي أواخر خطاباته اتكلم وقال ان احنا دفعنا الدم عشان نسلم لكم الراية مرفوعة والكرامة مرفوعة وسلمولنا الراية مرفوعة والكرامة مرفوعة بدماء شهدقنا ده مش رخيص فانتو يا إخوان يا عملة ترخصوا الدم انتو يا إخوان يا عملة تبينوا نصر أكتوبر ده وكأنه حاجة كده جات باي لك جات بالصدفة وتعودوا تستهزقوا بالقادة وتعودوا تستهزقوا بالشهداء الشهداء اللي بجاد الشهداء اللي ماتوا علشان يدفعوا عن البلد مش الشهداء بتعكوا من الشهداء بتعكوا اللي بيروحوا عشان يموتوا الزباط والعساكر وتتمسحوا في الجين جين إيه؟ انت لو تعرف جينك كويس هتعرف أن من سهر يحرص في سبيل الله اللي يصهر يحرص بالليل المواطنين الآمنين فهو في سبيل الله تيجي انت بقى تقتله يبقى مين بقى اللي ما يعرفش ربنا إحنا ولنتوا مين اللي ما يعرفش ربنا إحنا ولنتوا انتوا ملكوش ملة ولا دين ولا وطن انتوا مرتزقة ألاقي بقى حلقتي اللي كنت بتكلم فيها عن انتصارات أكتوبر يمنت جهالي ويطلعني ويقضي التريق على الكلام اللي كنت بقوله أنا بقوله من قلبي عشان أنا مصرية وبتكلم من قلبي البليات شو اللي اسمه جو أنا مش أقول عليك غير انت مين يا بابا عشان تتكلم عن ناصر أكتوبر انت مين روح يا بابا إلعب إلعب يلا في حتة بعيدة انت مين عشان تتكلم عن ناصر أكتوبر انت مين علشان تشوي القادة انت مين علشان تتكلم عن الإعلامين المحترمين انت مين عشان تتكلم على سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي اللي خد بلدنا بعد ما خربتوها يا إخوان وبناها وعلاها وقبرها وهيقبرها أكتر وأكتر وأكتر عارفين أنتوا عاملين زي إيه زي اللي قتل القتيل ويمشي بجنسته قتلتوا سيادة الرئيس أنور السادات وجاين تتكلموا دلوقتي عن حرب أكتوبر المجيد قتلتوا الفرحة والنصر وجاين دلوقتي تتكلموا عنها أنتوا أكتلين قتلة كمان كنتوا بتتكلموا أن الجهاد في سبيل الله والجهاد ضد الخوانة وضد الأمريكان وضد اليهود واتضح أن أنتوا إيد الأمريكان في مصر والوطن العربي والكلام ده جه في التسريبات بتاعت هيلاري كلينتون ومصر والعالم كله بيتكلم عن تسريبات هيلاري كلينتون اللي فضحها ترامب مهي مصائبه قوم عند قوم فوائده ترامب عايز ياخد منها الحمراء الانتخابية فضحها على الهواء معنا تقرير عن تسريبات هيلاري كلينتون مشاهدين الأعزاء هنشوف مع بعض التقرير وهرجع لكم على طول ابقوا معنا ورجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدين الأعزاء شفنا التسريبات اللي العالم كله بيتكلم عنها قد إيه الخصة وقد إيه ناس كتيرة بتتربص لمصر وللوطن العرب هنتكلم في الموضوع ده معينا ومعاكم النهاردة مشرفنا في الأستوديو سيادة اللواء الدكتور فوزي رمضان رئيس الحملة الوطنية لدعم الرئيس السيسي للإعلام السياسي بنرحب بحضرتك يا فندم ده أنا سعيد بوجود معك دكتور أمونة والله سيادتي اللي هو ممسوسين جدا بوجود حضرتك النهاردة وأنا شرفت بالاندمام لهذه الحملة ربنا يا سعد قلبه حضرتك حضرتك شفت معنا التقرير اه ايه رأي حضرتك في اللي بيحصل ده ايه رأي حضرتك في التسريبات وهيلاري كلينتون وأمريكا يعني هي بصي مصاقب قومة عند قومة في ورد بالزبط يعني ترامب هو جون بايدن في المقابلة اللي فاتت اللي احنا شفناها كلها والناس كلها مكادش راضي عنها مع جون بايدن في اللقاءة الجزينوية الزعاة ظهر في ترامب وظهر في جون بايدن بشكل مش كويس هما الاثنين طبعا الدعم الدعم انه عنده كرونا وبتاعه ومشى فيه داخل المستشفى يهدي شوية وفي نفس الوقت يستعطف الشعب الأمريكي ترامب تجري شاتر جدا جدا والتاني ضعيف جدا جدا يعني على العكس يعني ترامب يلعب بكورة خاصة بهيلالي كلينتون وفضايحة اللي كان بتعملها أيام ما كانت وزيرة الخارجية مع براك أوباما وكان في نفس التوقيت لسوق حظه كان جون بايدن في جون بايدن كان موجود نعم برئيس الامريكي براك أوباما وبالتالي طريبا المجموعة للساشرية بتاعته اللي شغاله في الحملة قلت له الله انت تسيب يعني ورقة زي دي ليه ما تشغل عليها الورقة بتاعته ابن جون بايدن ووكرانيا ومتاعي ضعيفة والشعب الأمريكي ما تشغلوش قوي انما يشغلوا قوي ان انت واحدة زي هيلة كلينتون ركزت وانها تدمر الشعوب العربية كلها والشعوب الإسلامية تحت مسموع أفكار خاصة ببعض الفلسفة العسكريين ان احنا ازاي نحط من العالم العربي وناخد صرواته بشكل كده فطبعا ده لا اضلته فيها ترامب انه يبتدي يخلي الخارجية وجنب بوميو اللي هو وزير الخارجية يطلع التسريبات دي الخاصة بأحداث صورات الربيع العربي اللي طبعا دي كانت مشاركة فيها بشكل كبير جدا هيلة كلينتون وكونديليزا رايز طبعا رئاسة اخونا الأخ المحترم اوباما لما دخل على العالم الاسلامي هنا في جامعة القيارة وقال السلام عليكم العيني الناس كلها فكرت يعني فتحة خير وعي يعني عود الأمن والسلام يعني تحفلوا بأدينا وغلوبنا هنا بنتكلم على جزئيتي الاخوان بقى دول الاخوان هم لعب رئيسي في جزئيتي هيلة كلينتون في تدمير على المعربي كله هو دولة دولة قطر اللي مش موجودة على خريط الأسلام فالعبين دول هيلة كلينتون وقطر وأميرها تميم ومنابل وحمد وطبعا كومبارس أردوغان بردك ده كومبارس الأمريكاني يعني بيطلقوه هم وقتهم هم عايزين وبيخفوه وقتهم هم عايزين صح فطبعا هم الاخوان المسلمين كانوا دمي بالنسبة للأمريكان استخدموا من الأمريكان وخاصة الخارجية الأمريكية في تدمير العلامة العربي وطبعا هم بدأوا بتونسهم ودخلوا على مصر وواجدوا ضلتهم في مصر أحداث كانت ناشية يعني كانت ناس رفض قرارات أو نتائج مجلس نواب أو كلام ده كانت حاجات بسيطة يعني وريكبوه يوم 28 الاخوان وبدأوا ينفذوا أجندة بتاعة هيريك لينتون هيريك لينتون برضاك ما كانتش تحلب باني دا يتم في العلامة العربي بالسرعة دي كلها اللي قوية اللي قدرلت تنفذ هزي الوزئية كان الاخوان فالاخوان المسلمين وقصتك وتعلق دقت على اللي قال اسمه جودة والباب الطين ده يعني كان بيتكلم يعني انت تخرص خالص ما تتكلمش على حاجة لان انتو مصيبكو كتير جدا انتو خربتوا ما فيه بلد انتو قلتوا فيها اسلام ومتأسلمين يعني كان احنا مسيحيين او كان احنا يهود او كان احنا كلنا بنعب يعني الدينات الثلاثة نحن نؤمن بها والله سبحانه وتعالى في كتابنا المقدس عمر بان احنا نؤمن بها هزا بيقول لها انا اش مؤمن المؤمن بيؤمن بالمطورة ويؤمن المسيحية ويؤمن بالإسلام صح انتو ادعيتوا في اليمن وخربتوا اليمن وفي سوريا وخربتوا سوريا وفي العلاق نفس القصة وجيتوا من ليبيا نفس الموضوع واعتلتوا معهم حتى السفير الامريكي تم اتله في امريكا بواسط العناصر التخريبية طبعا في بعض جهزة استخبارات الأخرى دخلت فيها على الخط وكان لها باع مع قتل قذافي تنفسه زي فرنسا وزي انجلترا وبعد الدول زي طاليا كانوا عايزين اخلاصهم من القذافي لانه هو يعني كان صاحب فكر وما ابدأ واناخر يعني فاذا احنا بنلاقي الاخوان ان هما كل مصيبة هما وراها قتل السادات في احتفالات اكتوبر 6 اكتوبر سنة 81 الناس مصر بتحتفل بانتصار عظيم وراجل عمل اتفاق كامبي دي بيض وجاب استعاد كل ارض السريبة وجاء هالي الفلسطينيين تعالي نوعد وقعدوا معنا فيه من اهاوس هنا عشان تاخدوا حقوق والسوريين نفس القصة اه بالزبط ورفضوا طب زكاء سياسي بس للأسف العجرافة بتاعتهم خليتهم ما يجوش يعودوا على طاولة المفاوضات ونحن منتصرون يعني انت مش بتستعطف حد انت منتصر وهتاخد حقك وانت منتصر لكن للأسف الشديد ملاقاش اللي يفهموه كان تعالى بالسحراء ملاقاش اللي يفهموه طيب طبعا الاخوان معروف دورهم وربنا فضحهم والتسريبات وضحت قد ايه هم كانوا اليد الطولة اليد المخربة للعرب جميعا مجال غد بالزبط فهل بقى طبعا عايزين ناخد عبرة من حرب اكتوبر فحرب اكتوبر قالوا خط برليف الذي لا يقهر اسرائيل روجت لهذه الفكرة خط برليف اللي محدش هيقدر عليه ابدا ورغم ذلك الجنود المصريين ببسلتهم وبشجعتهم وبقيادتهم الحكيمة ادروا على خط برليف هل حضرتك تعتقد ان دلوقتي سد النهضة اللي راعب المصريين وبيمثل خطر للامن القومي ازاي مصر تتغلب على هذه الخطورة او الاحساس الرهيب او الامن القومي بسوا راح حضرتك حاجة وبطمن سيدة المشاهدين بردك الجزئية دي مصررتك حلقات كتيرة باكتر من القناة بنكلم على ان سد النهضة هو عمل احنا عندنا نعمل الاعمال يعني يعني التعطيش الصناعي والتعطيش الطبيعي التعطيش الصناعي يعني في جفاف ما فيش فيضانات ما فيش حاجة التعطيش الصناعي اللي هو ان انا اعمل مانع زي زي سد النهضة طيب احنا احنا كنا عندنا قبل كده في 73 مانع وها خط برليف المانع طوله 162 كيلو وبارتفاع احيانا اكثر من 20 متر وبزاوية حد يعني مش مكاملة يعني 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 تحت الـ 45 دقائق يعني فضيع يعني وطبعا ما عمله خطة حرق زي النبال من الموجود موسير النبال الموجودة على طول القناة كلها كان ووراها قوات محصنة في حصون مشيدة بشكل يعني لما تبص على نقطة القوية اللي كانت وورا الخاط ده كانت وزيعة في حمامة سباحة جوة وفي نفس الوقت لو اتضربت عليها قناة بالزرية مش هالجرالها حاجة يعني محكمة تماما اليهود ساعتها ومشا ديان يعني احنا شفنا شو مشا ديان في القطاطين اللغة الأورية لما استولى على صحراء سيناء وعمل احتفال كبير جدا في تلقابيب وجي زار على الخط في شرق القناة وعمل احتفال انا مش مضطرة ناقاب مع المصريين ولا اتفاوض معهم ولا ولا فيش كلام ده فاضعوا معهم هم اللي يقولوا يمضوا على بياض علينا عايزوا هنا كان حتى رئيس راحل جمال عبد الناصر رحمة طلع عليه كان قدامه ثلاث خيارات ما فيش رابع ليهم الاولان انه استسلم ويمضي لهم زي همهما عايزين التاني انه هو يعني لا استسلم ولا كامل خطة تنمية ولا يعني في النص كده والتبتة كانت محاربة فهو اختار الحرب ان انا بقى نشي في خطة تنمية بس بخفضها وانحنا عارفين ان هو كان نجح في خطة تنمية ستين وعا خمسة وستين وده اللي يعني ارعى بالغرب كله ان هذا الرجل ازاي يعمل كامل مصانع دوته ويخش في الصناعات التقيل او صناعات الصواريخ وكلام من ده لا ده خطر عشان كده تعملتنه مصات الديك ديتا او بيسموها ديكروميا او بيسموها كده او مسبحة يعني بتاعتها واضوا عليه في حرب سبعة وستين في جزء هنا هو اختار الحرب وطبعا توفى الله في السبعينات وبدأ يتقلط من الحكم الرئيس راحل السادات كان حقلية بفزة جدا وبردك اتعرض عليه زي المهمة معروضة احنا دايما لو ريس بتقنع هم بتجيلهم اقدرهم كده يعني ده تلتة وسبعين السادات وهنا سادة رئيس سادة النهضة مهمة الاتنين ما بيعدوش عن بعض نفس ما هي دي حياءة وموت برضا اكيد اتخذ بالك في تلتة وسبعين امكانياتنا كانت على قدنا ومع ذلك استطاعنا وقواتنا استطاعت ومخططين نتعنى العسكريين والمهندسين وكل النزاة ان هي تجد حلل هذا الخط ايوة وعبروه يجب انت فراجي في بعض الافلام كنت بتشوف في جندي شايل البيحد عشر البيع عشر دوازنه تقيل فوق المت كيلو وشدته والسلاح فوق كتفه وطالع به العشرين متر لكن انت تخاني ان دبادع البشرية لو ما كانتش سادة المواسير النبال كان على اقل يستشهد عشرين الف مقاتل مصري اثناء العبور اخذت بالك فالله سبحانه وتعالى حامي هذه البلد كويس واستطاعنا ان احنا نحط بخط برليف وعدينوا عمالا نصر مصر منصر اكتوبر العظيم انا نبص نحط تاني على السد السد هو 1300 متر ولا حاجة طول وبالرتفاع بردك معديش الـ 17 متر تمام هم قد يصل الى 40 في نهاية تكملته بس السد ده ده كيلو واحد انا بقولك برليف 162 كيلو يعني يعني كيلو واحد قوات المسلاحة المصري يعني كلام لا يعقل طبعا المصريين حينما قالوا خلاص كفاية كده مفاوضة حينما بلنا عشر سنين تقريبا بنتفاوض معكم مفيش مفاوضات تاني تحل معنا تيجي تنضي يام مفيش وبالتالي السابعين بدقوا يجيلهم زعر تدميغتهم منهم ابي احمد او امو احمد زي ما يسموه يعني هذا رجل استخباراتي اللي كان شغال في المجلس النواب قبل كده فهو رجل لاقيم جدا اللفو الطيران الحربي فوق سد النار ماشي اللي بعدو الطيران المدني اللي بعدو هم 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 مدلوعة تيبا يتوقعوا ضربة هتجيلهم ازاي وفيين والساعة كام مش عارفين اخذ بالك فعمالين بيلفوا حويل نفسهم جيري راح لرئيس اريتريا اساس افورقي يجيبوا يعني اساس افورقي للناس اللي بتاخدش بالك بتاع رئيس اريتريا وكان زر رئيس هنا من شهرين اي تربط نبي صداقة عالية جدا قوية جدا مع اريتريا وهم اسيوبيا و اريتريا عداء لدودين مهما كان او فراح استدعاه عشان يحلوا مشكلة الاتفاق النهائي بتاع اتفاق السلام بينهم طب انت بتوديه صد النهضة ليه وتمرره على كل السدود ليه هو مش عايز الكلام دراجي فراح معك ووقف معك بس انت عايز يثبت لمصر ان انا اريتريا معايا ومش اتعرف انت عملوا عندها قاعدة عسكرية كينيا انا معايا مش عارف جيبوتي معايا لا المصريين عاملين شغل كويس جدا في السياسة وشغل في ناحية العسكرية بشكل رائع جدا سواء في جنوب السودان او في السودان او في اريتريا او في جيبوتي او في الصومال الصومالي لندن برضك وفي الصومال عموني فمصر طريبا محاوطة السيبيا حاطة وحصار سياسي بينقلب الى حصار عسكري في الاخر بدأ يلجأ ابي احمد مرة اخرى الى نتنياهو نتنياهو هذا الرجل اللي خدي الغسيل بتاعه هو مسافر امريكا بيخسرش غسيل في البيت انت خدت بالك لمو عشان هناك بتغسل باللاشي هو مش هديك حاجة باللاشي ايوه بالزفت يعني نتنياهو اسرائيل امرأة فانت عايز تشركنا معك في القضاية مع مصر يعني والقصة ديت عشان ذا السؤال يعني وخلى مجلس النواب قبل ما يخش عشان ايدي يبتدي مجلس النواب طب ما هم مصرين كويسين طب ما احنا ندوم حقوقهم طب بس عبر مين عبر الاتحاد الافريقي تعرف ان الملف كله اتحاد الافريقي ما عرفش يحل المشكلة دي فخذ الملف وده لجامعة الدول العربية احنا بدأنا مجلس الام وبعد نروح لتحاد الافريقي وبعدين جينا ثانية خذوا لجامعة الدول العربية جامعة الدول العربية شكلت اعضاء لحل هذه المشكلة منهم العراق السعودية الأردن المغرب وطبعا وطبعا مصر والسودان أكيد اللجنة دي عشان تشترك ويشوفه مخرج لقضية سادة النهرة ويحاولوا حلهم الأسيوبين الأسيوبين أسادة من قديم الأزل وهم معنا في هذا الموضوع من أيام أبر عيدة حضرتك وتفرج على أبر عيدة وكل المشاهدين بتفرجوا عليها ومبسطين لا دي كان جيش المصر تلع يقدب الحباشيين لأن بردك قصة الميا من قديم الأزم من أيام إبراهيم باشا محمد علي بردك نفس الموضوع طلعنا ثلاث حملات لأسيوبيا لتأديب الحباشيين الحباشيين حقيقة من قديمهم ومبراطلاتهم مملكهم كلهم بيحبوا من آل لآخر يعكنيهم على المصريين والمصريين يطلع يقدبوهم فتقريبا العصر الحديث اللي احنا فيه ده معا تأديبهم لأنه هم مش يرجعوا إلا بالتأديب حياة هم أمن قومي فخطة أحمر زي ما سيادة الرئيس قال لنا مياه النيل خطة أحمر بما أننا بقى بنتكلم عن سيادة الرئيس السيسي حضرتكم أمتم بعمل حملة رائعة وهي الحملة الوطنية لدعم الرئيس السيسي للإعلام السياسي وحضرتك رئيس الحملة عايزين حضرتك تفهم المشاهدين وتعرفهم أهداف هذه الحملة والله الحملة دي احنا يمكن حضرتك كلمتيني الجمعة اللي فاتت لقبلها عش كده أيوة لما كنت في قدام المنصة وكنا عاملين احتفالة كبيرة كان جميل شعب المصر كله بيقول أولا أنا بحتفل بستة أكتوبر أيوة نصر أكتوبر العظيم وبنعرف شبابنا لعشان بعض الشباب لأسف شديد كنا مثلا بنديم حضرتك جامعة لحاجة ونتكلموا على أكتوبر فيقولك ستة أكتوبر دي مدينة في الجيزة هنا مش عارفين لازم نوعيهم ويبقى عندهم انتمائل بكلم حضرتك بمينك علامات كبيرة هنا في هذه القناة وكل العالمين أنهم يهتموا بإلقاء الضوء على إنجازات أكتوبر وتوابع أكتوبر اللي احنا فيه كله ده من رفاهية ومن تكنولوجيا ومن تطوير في كل البناء التحتية وإلي وإلي ده نتاج أكتوبر أيوة فأكتوبر له فضل علينا بل كان يقولك ستة أكتوبر لا كلام هذا كلام غير صحيح المهم إحنا في المنصة شفت مشهد جميل جدا تضافر قوة الشعب المصري كلها بكامل موجودة حضرتك دخلت عليها على التليزيون هنا خلنا المحطة بتاعتك وخلنا البرنامج بين حضرتك ده وإيه واتنقشنا وشفتي ازاز الناس بتحتفل وموسوطة من جوة محدش داهم لا مين جنيه ولا مين جنيه بالزبط أهداف الحامل إحنا بنقف مع الدولة وبنقف مع الرئيس ومع الجيش ومع الشرطة ومع قدر يعني لو إحنا السوشيال ميديا سلاح العصر حاليا تليفون مع حضرتك ده ومع أي حد في الشارع الولاد كلهم تلاقي كلهم مسكت فعلا لو إحنا ما احتلناها عايش السوشيال ميديا الحاملة دي استحتلتها لحتلوها الإخوان صح بيالك فإحنا بنحتل هذا المكان اللي هي السوشيال ميديا إحنا بنرد على الإشعاعات الإشعاعات زمان كانت بيترد عليها مثلا بعد يوم بعد ومين دلوقتي بيترد حتى مجلس تخيز القرارة في مجلس الوزراء بيرد على إشعاعات كله خمس شردية أيوة كالتلاتين بيعت خمس شردية صح صح برافو لأن فعلا للأسف الشديد القنوات الإخوانية والإشعاعات الإخوانية بتنتشر بسرعة رهيبة بيمولوها بمبالغ رهيبة فلو ما فيش إعلام مضاد علشان يصحح هذه المفاهيم وما فيش إعلام مضاد علشان يفهم الشباب ويخلي عندهم انتماء لوطنهم والبلدهم وقدي إيه بلدنا جميلة وقدي إيه بلدنا دي اتعاملت بالعرق وبالدم فلازم إنتوا تكملوا الشباب ده ده مهمتنا وده مهمة الحملة النقطة الثانية إبراز إنجازات الرئيس الرئيس بيعمل إنجازات ضخمة جدا طب إحنا مطلوب مننا كل العالمين والحملة بالذات يعني أنها تبرزها بدور من إنجازات طبق في طرق في الطاقة في الاقتصاد هنا في التعليم في الصحة الكلام ده بنلقي الضوء عليها عشان الناس اللي عمياء وما بتشوفش بتطلع بتاع زي يا أخونا شو ومجودة وطبعا محمد اسمه محمد ناصر هو ده يا سيد واضح إنهم ما عرفش أي شيئة عن تاريخ بلده كل ما هو سيء وحاولوا يهضخمون صح وكل ما هو جميل ورائع يقسمون حاولوا يقلسون حرب اكتوبر لا ده ما كانتش حرب ده كان اتفاق يعني كل الناس اللي ماتت من هنا ومنها حد تانية كان اتفاق بيولا كالسكان اتفاق لدي ما كانتش حرب وبعدين يعني يعني بيتقال كلام كلام مع بيت كلام خايف يعني يعني فعشان كده احنا دورنا مع الشباب مهم جدا نقطة اللي بعدها نشر الوعي لدى المواطنين اعلاميا احنا زي ما بطلع مع حضرتك ده وقت بتكلم وبنشرح وبنوضح فده إن احنا بنوضح ليه عامة الشعب بنتكلم كنواحي السياسية البلد فيها ديمقراطية عليها جيدان رئيس حقيقة مدي مساحة وعي ومساحة ديمقراطية لكل الاعلاميين تكلم برحتك وقول اللي انت عايزه في حدود القانون صح يعني ما تطلعش تتكلم كلام الفاظ مياه سوخية ما تنفعش لكن اتكلم وقول وجهة نظرة وده في اي بلد نعم وده في اي بلد اه ايوة عشان ما يقولوش ان هنا في الابتكارية لا 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 حيا رئيس عفتاح السيسي اللي في فرنسا كانوا بيدربوهم في الميادين يعني احنا بلد ديمقراطي لا 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 ما فيش يعني شفت احنا شفت بأحداث اللي كانت موجودة في مينسوطا مع الشاب بسوط الأفريقية اللي تقتل الضبط الشرطة ده بالزبط ادي الامريكان يكون عناف جدا ده ينزل الجيش كله اه يعني مصر هنا مصر هنا من الحرية ان تتكلم وتقوله ويجي تنظرك وتشرحه وما فيش مشكلة ولكن فيه اطار من القانون بدون التعدي على الحريات الشخصية حتى الحريات العامة انا بنكلم على حاجة تانية بنعمل ندوات ومؤتمرات ده ما حضرك شافة كده بنعمل ندوات ومؤتمرات بيجيب المتخصصين في ايه واحد بيكلم مثلا في الملايين واحد بيكلم في الاقتصاد واحد بيكلم في التعليم واحد بيكلم في الصحة فبنيجيب يعني كبار الشخصيات عشان يبتدوا يوعوا سواء شباب او الشبات او حتى الناس اللي هم في مقتبل الامر يعني اكيد فدي كلها من هداف هداف الحاملة بنتكلم مثلا تجديد الخطاب بنكلم عن خطاب ديني برضك بنجيب مشايخنا الافاضل بمشايخ الازعر عارفين احنا الازعر كله مؤتدل حقيقة وبتدوا يكلموا في صحيح الدين بلك عشان نصحع المفاهيم عندي الشباب لان الفترة اللي جاي دي اعتقدنا فترة حسة جدا خاصة من نوع الدينية ان احنا صحيح الدين لان المتطرفين اللي ظهروا في داعش وما داعش دولة اللي كانوا في العراق وكانوا في سوريا وكانوا عايزين يخشرنا هنا يعني يحاولون سيناء الى امارة داعشية كل ده والاخوان تعرفهم دايما بيشتغلوا تحت الارض ما بيشتغلواش في الارض فانتي بتقوم هؤلاء بشكل احترافي وجيد واعلامي وبثقافة وبوعي رائع وطبعا ده مجهود تشكروا عليه جدا فعلا واحنا مع حضراتكم واعتقد ان مصر كلها مع الحملة وبتدعم الحملة وانا شرفت بالانضمام لها واي حد من المشاهدين يحب ينضم كل الناس جواها وطنية عايزة بس اللي يلمعها عايزة بس اللي يخرج اللي جواها ده الله شعب مصر شعب جميل وخلوق جدا وفيه خير من جوا بنشكر حضرتك جدا في نهاية فقرتنا ومشاهدين الأعزاء بنشكر اللواء الدكتور فوزي رمضان رئيس الحملة الوطنية لدعم الرئيس السيسي والإعلام السياسي بجد حضرتنا وورتنا وبتوعدنا بحلقات كثيرة جاية إن شاء الله بإذن الله عشان نوعي الشعب ونوعي الشباب ويبقى فيه انتماء ويبقى فيه حب للوطن ويبقى فيه معرفة للصح والغلط علشان محدش ينصاق وراء الإخوين برسي جدا لحضرتك مشاهدين الأعزاء هنتلع فاصل وهنرجع لك على طول افكوا معنا ترجمة نانسي قنقر